ايام قليلة تفصل العراقيين عن زيارة عشراء اكبر تجمع ديني في العراق يتوافد اليه المسلمون من دول عدة لاحياء هذه الذكرى الاليمة وفي خضم انتشار وباء كورونا وتزايد اعداد الاصابات خلال الاسابيع الاخيرة توقعت جهات الرسمية ارتفاع حالات العدوى خلال الايام المقبلة الى اكثر من 10 الاف حالة يوميا محذرة من خروج الاوضاع عن السيطرة نتيجة زيادة الضغط على المؤسسات الصحية وعلى الرغم من جميع التحذيرات الحكومية ودعوات المرجوعيات الدينية الى الالتزام باجراءات الحجر الصحي الا ان مراسم احياء هذه المناسبة قد بدأت بالفعل بمواكب وتجمعات كبيرة والذي من المتوقع ان تكون زيارة عشراء احد اكبر التجمعات الدينية في العالم الاسلامي منذ ظهور الوباء موقع ميدلست اي الاخباري صلت الضوء على خطورة المرحلة بالنسبة للعراق الذي يعاني واقعا صحيا متهالكا مشيرا الى ان الزوار تجاهلوا دعوات السلطات في البقاء بالمنازل ليخرجوا بالالاف الى الاضرحة المقدسة بعضهم يرتدي اقناعة وقفازات بينما سار اخرون كتفا الى كتف كما كانوا دائما الحظر المطبق في العراق لا يعتبر حظرا صحيا بمفهومه الدقيق وفقا لرأي مختصين سواء كان شاملا او جزئيا فيما يعلق اخرون املهم في النجاة بتطبيق الاجراءات الوقائية وتجنب التجمعات بجميع اشكالها الامر الذي يفرض على الجهات الرسمية التعامل مع المرحلة المقبلة بطريقة تجنب البلاد خطر الانهيار بعيدا عن التحليلات والنظريات اشتركوا في القناة